السلام عليكم مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام في الأولى الأخيرة وجهت بانك بايونير مجموعة كبيرة من المشاكل التي كانت قد تؤدي بحسابنا وأموالنا دون موجب حق لذلك اليوم ارتأيت أن أشارك معكم بانك يعد المنافس الأول لبانك بايونير وكذلك لبانك بايسيرا هذا البانك هو ترانسفير وايز سوف أريكم طريقة إنشاء حساب في ترانسفير وايز وكذلك طلب بطاقة بنكية ماستر كارد تصلك حتى المنزل ثم سأريك بعض الامتيازات التي يمتاز بها عن باقي البنوك إذن تابع معي الدرس أخي الكريم لكن قبل البداية أريد أن أنوه بكم وبأصدقائي الأوفياء فالعديد من الأصدقاء يرسلونني في حسابي الشخصي فيسبوك وكذلك في الأنستغرام لكن الوقت لا يسعني لأن أجيب على جميع التساؤلات لذلك ارتأيت اليوم أن أنشئ مجموعة خاصة بكم إخواني متابعي قناتي على اليوتيوب وكذلك المتابعين لحسابي الشخصي استفهام عام على الفيسبوك وكذلك استفهام عام على أنستغرام وهذه المجموعة التي قمت بإنشائها سوف نقوم برفع الدروس عليها سوف نحاول حل جميع المشاكل التي يوجهها الأصدقاء في جميع المجالات الدروب شيبين أمازون كيديبي وكذلك الأدسنس وبعض المجالات الربحية الأخرى فهذه المجموعة خصيصا لكم يمكنكم نشر أي شيء تريدونه في إطار المقبول والمسموح به وأطلب منكم إخواني أن تكونوا هذه المجموعة عبارة عن مجموعة عائلية يعني يحترم فيها رأي الآخر ولا نريد أي مشكل إن شاء الله لذلك سوف أضع لكم رابط هذه المجموعة في وصل الفيديو لا تنسوا إرسال طلب الإنضيمام وسوف أدخلكم إن شاء الله في أقرب وقت إذن على بركة الله سوف نقوم بشرح درس اليوم فاليوم إن شاء الله سوف نتعرف على TransferWise TransferWise هو بنك إستوني تم تأسيسه في عام 2011 وذلك بغراج عملية نقل أموال في كافة دول العالم والتحويل من عملة إلى عملة أمر سهل جدا وبدون اقتطاعات أو باقتطاعات قليلة جدا وهو أحد الحلول المميزة لمتوفرة على الإنترنت اليوم والتي لم تحظى بشهرة كبيرة في الوطن العربي والبنوك الإلكترونية حاليا تعتبر حل مثالي لكل المستخدمين في نقل وتحويل الأموال من مكان الآخر حيث تتميز بسهولة التعامل وسرعة الأداء وأيضا انخفاض التكاليف وبالنسبة لهذا البنك فهو بنك منافس لكل من بايونير الذي يوفر لك حساب بنك أمريكي مجانا وكثير من مميزة الأخرى وكذلك لبنك بايسيرا المميز والذي يقدم العديد من الخدمات الرائعة واليوم سوف نتحدث عن بنك جديد ينضم إلى المجموعة وهو بنك ترونسفير ويز فلن نتحدث على أنه وليد اليوم لكن هو بنك يشتغل من 2011 إذن فهو بنك موطوق والأشخاص الذين يشتغلون به لم يجدوا أي مشاكل لا في إرسال ولا استقبال أموالهم إذن سوف نتعرف على مميزات هذا البنك أولا خيار متالي في تحويل أموال إلى دول مختلفة عبر الإنترنت ثم ثانيا أرخص خدمة متوفرة حاليا لنقل وتحويل أموال بعملات مختلفة كذلك ثالثا أسرع خدمة متوفرة لتحويل أموال عالميا في وقت قصير للغاية ثم رابعا من أسهل البنوك من حيث التعامل والاستخدام فهو خالي من التعقيد وحساب دقيق لسعر العملات بشكل آني بحيث تكون المعاملات دقيقة جدا ويمكنك من تحويل المال من وإلى حسابك عبر البنوك الحقيقية بكل سهولة وكذلك يمكن تحويل أموال بسهولة من خلال الهاتف الدكي عبر برنامج ترانسفير وايز ويوفر الموقع بطاقة ديبيت كارد ماستر كارد يمكن استخدامها في سحب الأموال بسهولة وكمعلومة بالنسبة لبطاقات ماستر كارد التي يستعملها هذا البنك فهو يقوم بإنشائها بنفسه إلا أنه يتوفر على حقوق من الشركة الأم ماستر كارد وهذا يجعلنا أكثر إطمئنانا على أموالنا فلن يتعرض لنفس المشكلة التي تعرض له بايونان سابقا إذن طريقة التسجيل في هذا الموقع طريقة سهلة جدا سأضع لكم الرابط في الوصف ندخل إلى الرابط ثم التسجيل من هنا نختار حساب خيفي يعني شخصي ثم هنا نضع الإيميل الخاص بنا هنا نقوم بوضع مدبس رقم سري من الأحسن أن تكون في بعض الأشكال كزائد ناقص نجمة حتى يكون صعب الإختراق هنا نقوم باختيار بلدنا يعني هذا البنك لا يحتاج إلى VPN ولا تغيير الأدرس فما عليك إلا وضع بنكك يعني دولتك الحقيقية بكل سهلة فليس هناك أي مشكل ثم سنسخيغ التسجيل ننتظر قليلا الآن الحساب قد أنشئ بكل سهلة نرجع إلى الإيميل الذي تسجلنا به ثم نقوم بالدخول ومن هنا confirm my address email نقوم بالتحقق بإثبات هويتنا لهذا الإيميل من باشرة عند الدخول نحول إلى الحساب الشخصي لنا في TransferWise وهنا يخبروننا بأن عملية التحقق من الإيميل كانت ناجحة ثم continue الآن واجهة الموقع هي على هذا الشكل فأول شيء نذهب هنا ثم أختار create a profile professional ثم modify the profile يعني نقوم بالتعديل على هذه المعلومات هنا نقوم بوضع اسمنا الشخصي وهنا نضع الاسم العائلي وهنا نضع تاريخ الازدياد وهنا رقم الهاتف الخاص بنا انتبهوا إخواني جميع المعلومات يجب أن تكون صحيحة هنا نختار الدولة وهنا الادرس العنوان وهنا المدينة وهنا الرمز البريدي الخاص بمدينتك بعدها نقوم بحفظ هذه المعلومات إذن سأقوم الآن بملء هذه المعلومات وبعدها إن شاء الله سوف أريكم مدى سيقع إذن بعد الانتهاء نقوم بحفظ هذه المعلومات هكذا ثم نأتي إلى واجهة الموقع هنا نجد مجموعة من المعلومات نقوم بملئها بكل سهلة هنا كذلك يمكنك التعديل على جميع يعني الأشياء التي قمت بإدخالها سابقا يعني المضباس الخاص بالتسجيل والدخول إلى البنك ومجموعة من المعلومات الأخرى يعني هنا لا يهمون الآن هنا ستظهر لك إحدى الإشعارات نقوم بالذهاب إليها وهنا تظهر لنا بعض الأسئلة التي يجب أن نجيب عليها فهي سهلة مرتبطة بماذا تريد أن تشتغل بهذا الحساب هل أنت بائع أو لديك حساب لديك موقع تستقبل من الأموال يعني بعض المعلومات أنت تختار المعلومات الصحيحة يعني لا مجال للكذب في هذه الأشياء تقوم بإدخالها وملء البيانات وعند الانتهاء سوف تظهر لنا هذه الواجهة والآن المهم لدينا هو كيف نقوم بطلب هذه البطاقة فنذهب إلى كارت هنا ثم نقرأ هذه الرسالة جيدا يعني هذه الرسالة تقول بأن البطاقة الآن ليست قابلة للإرسال إلى بلدك ربما المشكلة هنا في هذا الوباء حفظنا الله وإياكم يعني المشكلة سوف يحل في أقرب وقت لذلك يجب أن تذهب إلى لائحة الانتظار نقوم بالدخول ونقوم بملء هذه البيانات بكل دقة وعند فتح المطارات والطرق فسوف يرسلنا لك البطاقة بكل سهولة إذن في الخالة الأولى نضع اسمنا ثم في الخانة الثانية الاسم العائلي ثم الإيميل الذي تسجلنا به وهنا كذلك نقوم باختيار الدولة وبعدها نختار مثلا أنا سأختار برسونيل لا تختار البزنس ملحوظة هنا بالنسبة لبطاقة بزنس يعني التجارية فهي لا تدعم المغرب إذن لا يمكن أن ترسل لك إلى المغرب يعني نحن الآن سوف نستغل بالبرسونيل يعني البطاقات التي يستعملها الفرد وليس الشركات ثم عند اختيارنا هذا سبميت وهنا يقولون بأن طلبك قد تم قبوله وفي لائحة الانتظار ثم نذهب إلى فينيش هنا ثم عند إعادة الدخول يطلبون منك أن تسجل رقم هاتفك حتى يتأكدون من أنك صاحب الحساب لذلك تقومون هنا بإدخال الهاتف الخاص بكم ثم يعني إرسال الرمز في تواني معدودة سوف يصلكم الرمز في الهاتف تقومون بإدخاله هنا بعدها إرسال وها هو الآن الحساب قد فتح عن طريق الرقم الهاتف إذن نقوم كذلك هنا بقراءة هذه الكتابة إذا يقولونك قم باستعمال الحساب عند توفر البطاقات سوف نقوم بإرسالها لك إذن نقوم من هنا يمكننا استعمال الآن الحساب الخاص بنا بالعملتين الدولار والأورو وكذلك يمكنك إضافة أي عملة أخرى فهناك العديد من العمولات الآن سوف أضغط على هذا الزر ثم سيوجهني إلى الحساب الشخصي الخاص بي هنا كما يظهر لكم يعني الحساب بالأورو وكذلك بالدولار نقوم بالدخول إلى الدولار مثلا وحتى أتمكن من معرفة رقم الحساب واسم الحساب يعني وجميع المعطية الخاصة بهذا الحساب لأستعمله في استقبال أو إرسال الأموال فالآن سأشرح لكم شيئا بسيطا ومهم للغاية هنا يخبروننا بأنه إن أردت الاستفادة من معلومات البنك الخاص بك يجب أن ترسل لحسابك 20 دولار وهذه العشرون دولار يمكنك الاستفادة منها إما بالشراء عبر الأنترنت أو أي معاملات كنت تريد أن تقوم بها بحسابك العادي في المغرب أو في بايونير سابقا فيمكنك الاستفادة من هذه العشرون دولار ولن يكون فيها أي اقتطاع فهي فقط لتأكيد حسابك عندما نريد أن نشحن هذه العشرون دولار فهي لديك طرق كثيرة ومتعددة ليس كبايونير فبايونير يلزمك أن تشتري السولد من شخص آخر وهذا قد يعرضك للنصب أما هذا الحساب فيمكنك أن ترسل هذه العشرون دولار إما عن طريق بايبال أو عن طريق بايونير أو عن طريق بانك محلي كالسياش أو التجاري أو يعني الشعبي بالنسبة لنا نحن في المغرب فهذه الخطوة ليس فيها أي مشكل إذن طريقة مثلاً إن أردت أن ترسل أموال من سياش بانك أو بانك محلي فعليك الذهاب إلى هذه الخانعة دائماً إخواني حاولوا أن تقرأوا ما وراء السطور لأننا المشكلة التي نواجه نحن العرب فنحن نقوم دائماً باتباع الأسهم وكونتيني وتابع ولا نقرأ ماذا في الأسطور التي نقوم بالتأشير عليها لذلك إخواني نقوم بالدهاب هنا ثم نضغط هنا إذن هنا أمواليكم باتباع الأسطور لذلك أمواليكم باتباع الأسطور إذن سوف تقوم بنسخ هذه المعلومات وتم تذهب إلى الحساب الخاص بك مثلاً في السياش بانك وتقوم بإرسال هذا المبلغ إلى هذا العنوان فلديك هنا الإسم وكذلك جميع المعلومات التي سوف يطلبها منك البانك الشخ الخاص بك ثم أنا في حالتي فلن أرسل شيء الآن فسوف أرسل المال في وقت لاحق والآن نكمل آخر طريقة في التحقق من هويتنا أو هوية مالك هذا الحساب فهنا يطلب منا إما أن نقوم برفع البطاقة يعني الوطنية الخاصة بنا أو الباسبور أو البرمي يعني رخصة السيقة فأنا سوف أختار يعني البطاقة الوطنية ثم هنا نقوم بأخذ صورتين للبطاقة الوطنية من الأمام ومن الخلف ونقوم بتحميلهما هنا بعد انتهاء التحميل سوف نقوم هنا بالضغط على continue بعدها يقولنا بأن حسابك جاهز الآن ثم أقوم بالضغط على جيكم بخي وهنيئا لك أخي الكريم بحسابك على ترانسفير وايز إذن وصلنا إلى نهاية الفيديو إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء وإن كانت هذه أول زيارك للقناة فلا تنسى الاشتراك أخي الكريم وأي تسأل وجهتموه ضعوه في التعاليق سوف أجيبكم عليه أول بأول وادمتم إخواني موفقين وفقني وإياكم الله